أكثر حول آخر التطورات في هذا الملف ينضم إلي مراسل 24 نيوز الصحفي المختص في الشأن الإفريقي سعيد العفاس أهلاً ومرحباً بك سعيد بداية حدثنا ما هي تداعية هذه الخطوة لماذا الإعلان تحديداً في مثل هذه الفترة أعتقد أن الإعلان تحديداً في هذه الفترة أن وزير الداخلي كان مشاركاً بمراكش في مؤتمر دولي لمحاربة داعش وكانت له مفاوضات مع وزير الخارجي المغربية ناصر بوريطا واتفق على فتح الحدود البرية ما بين سبسومليليا ونحن نعرف أن سبسومليليا هي داخل الأراضي المغربية محتلة محتلتين من طرف إسبانيا منذ زمان وبالتالي إسبانيا عندما تريد فتح المعابر ما بين سبسومليليا فهي تحاول التنفيذ عن هذه الأزمة وتدرك جيداً بقيمة المبالغ المالية اليومية التي تدخل من سبسومليليا إلى الأراضي المغربية وهذا ما يخلق رواجاً تجاري لإسبانيا وفي نفس الوقت يخلق عمليات بيع وشراء بالنسبة للمواطنين المغاربة الذين يبيعون في السلع المهربة من سبسومليليا وبالتالي هناك العديد من الأفارق الذين يأتون من إفريقيا في محاولة للهجرة السرية إلى إسبانيا يجدون ما لدهم في شغل ولو مقنع من أجل أن لا يخلقوا مشاكل التسلق للجدار العازل أو الذهاب إلى البحر وبالتالي أعتقد أن إسبانيا لها ميزة خاصة مع المغرب في فتح هذه الحدود لأنها تدرك حجم المبالغ بملايين بولارات شهرية عندما نتحدث عن حدود ديبرية وتحديداً مع دولة مثل إسبانيا يعني ما هي إنعكسات ذلك على المستوى الاقتصادي وما حجم التبادل وما هي الأضرار التي خلفها يعني بالطبع هذا الأغلاق على الاقتصاد مثلاً الإسباني خلال هذه الفترة كلا البلدين تضرر من هذه العملية الإغلاق لا من عملية إغلاق وباء كورونا أو من عملية أزمة الدبلوماسي التي نشبت ما بين المغرب وإسبانيا لاستقبالها رئيس البوليزاريو إبراهيم غالي والمغرب لم يتسهل في هذا الجانب وقرر تجميد العلاقات لإسبانيا المغربية وبالتالي كانت إسبانيا تدفع في هذا الاتجاه من أجل أن تفتح سبل التواصل ما بين المغرب وإسبانيا وتأتلها ذلك بحضور رئيس الوزراء الإسباني إلى الرباط وجلس مع محمد السادس من أجل سدر أستاذ الوضع وتدرك إسبانيا بأن الأزمة الاقتصادية بسبتوم ليليا السبتوم ليليا بدون فتح المعابر المغربية لا تسوي شيء لأن الذي ينعش الاقتصاد المدينتين هم المغاربة من خلال السلع التي تدخل من مدريد ومن الدول الجنوبية الإسبانية إلى المدينتين وثم يعاد توزيعها داخل الأراضي المغربية تصل حتى السحراء والدار البيضاء ومراكش وفاس إلى غير ذلك وتقدر بما بالطائل سواء من الأموال أو من اليد العامل التي تدخل إلى إسبانيا وتقتني هذه الأدوات المطروح ليس فقط على المستوى الاقتصادي سعيد هل هذه الخطوة هي أيضا إشارة إلى تطور العلاقات وأيضا إلى التوافق على المستوى السياسي فيما يتعلق بقضايا أخرى لربما كانت عالقة مثلا قضية الصحراء طبعا هي قضية الصحراء ثم في الأسبوع القليل القادمة سوف يجلس المغرب مع إسبانيا من أجل ترسيم الحدود البحرية ما بين المغرب وإسبانيا وسيما في الجزر الكناري في المحيط الأطلسي والتي بدأ المغرب بالتنقيب عن الغاز والبترول بهذه الأراضي وهناك نشبت حرب ما بين الحكومة الكنارية وما بين المغرب بداعي أن المغرب دخل في السيادة الكنارية من أجل التنقيب عن النفط والغاز أعتقد اليوم بأن إسبانيا لها مصلحة كبرى في مد أواصر التواصل ما بين المغرب وإسبانيا والحد من أي أزمة يمكن أن تؤثر ليس فقط على العلاقات الإسبانية المغربية ولإنما على العلاقات الدول الاتحاد الأوروبي مع المغرب علما أن المغرب هو البوابة لالتحاد الإفريقي من خلال إسبانيا أشكرك جزيل شكر مراسل اي 24 نيوز الصحفي سعيد العفاس المخصص أيضا في الشان الأفريقي على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك